في هذا الكون اللامتناهي حيث تسبح المجرات وسط بحر من الضلام ظهر شيء لم يتوقعه أحد جسم غامض قادم من أعماق الفضاء يشق طريقه نحو النظام الشمسي بسرعة هائلة العلماء أطلقوا عليه اسم ثري آي أطلس لكن البعض يرى أن هذا الاسم يخفي أكثر مما يظهر هل هو مجرد مدنب تائه بين النجوم كما تقول ناسا أم أنه سفينة فضائية ذكية أرسلت لاستكشاف الأرض أم أنه النجم الطارق سنغوص معا اليوم إلى قلب هذا اللغز الكوني الذي حير العلماء وأثار شكوك الحكومات وأعاد فتح ملف السؤال الأبدي هل نحن فعلا وحدنا في هذا الكون العظيم تابعوا المقطع إلى النهاية ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ولا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ربيع عام 2025 رصدت منظومة المراقبة الفضائية أطلس جسما غريبا قادما من اتجاه كوكبة التنين سرعته فاقت 32 كيلو مترا في الثانية الواحدة ومدره كان منحرفا بشدة عن مستوى الكواكب سرعان ما تأكد العلماء أنه ليس من بقايا نظامنا الشمسي بل زائر قادم من فضاء آخر من نظام نجمي بعيد لا نعرف عنه شيئا وهنا بدأ اللغز ما إن اقترب من الشمس حتى أظهر سلوكا لا يشبه أي مذنب نعرفه لم يصدر ذيلا غازيا واضحا ومع ذلك تسارع في حركته بطريقة غير مبررة علميا هذا السلوك الغامض يذكرنا بحادثة حدثت من قبل تماما كما حدث مع الزائر الأول أم ومع عام 2017 بدأ 3i أطلس يظهر تسارعا غريبا لا يتطابق مع أي تفسير فيزيائي لم يكن التسارع ناجما عن انبعاث الغازات بل بدأ وكأن الجسم نفسه يتحكم بحركته أجهزة الرصد رصدت تغيرا في لمعانه واتجاهه مما دفع بعض العلماء لافتراض أنه يحتوي على بنية صناعية أو سطحا عكسا يشبه الأشرع الفضائية التي تعمل بالضوء الشمسي لكن الغموض لم يتوقف هنا في يوليو من عام 2025 أي قبل ثلاثة أشهر تقريبا لاحظت فرق الرصد أن مساره يتجه نحو نقطة خطيرة الاقتراب الشديد من الشمس في نهاية أكتوبر ثم الاختفاء الكامل وراءها مع بداية نوفمبر فبحلول نهاية الشهر الحالي شهر أكتوبر سيصل 3i Atlas إلى أقرب نقطة من الشمس لما يعرف بالحضيض الشمسي وبعدها سيدخل في مرحلة تعرف بالاقتران الشمسي أي أنه سيختفي تماما خلف الشمس من منظور الأرض ولن يتمكن أي تلسكوب من متابعته الاختفاء في التوقيت هذا تحديدا أثار الريبة فلماذا يختفي هذا الجسم في اللحظة التي يكون فيها أقرب ما يكون إلى مركز النظام الشمسي هل هي مصادفة كونية أم توقيت مدروس بعناية من جهة لا نعلمها هنا بدأت النظريات تتوالى ومعها بدأت الوكالات الفضائية تتصرف بطريقة غير معتدة ففي الأيام القليلة الماضية وفي خطوة غير مسبوقة أعلنت وكالة ناسا عن تفعيل نظام الدفاع الكوكبي لمتابعة الأجسام القريبة من الأرض ناسا صرحت أن الإجراء روتيني وهدفه حماية الكوكب من أي خطر محتمل لكن توقيت الإعلان تسامن بدقة مع اقتراب ثري آي أطلس من الشمس هل كان ذلك مجرد صدفة؟ أم أن هناك شيئا تعرفه ناسا ولم تفصح عنه؟ تقارير داخلية مسهربة تحدثت عن زيادة غير طبيعية في النشاط الإشعاعي قرب مسان المذنب بينما ترددت أنباء عن تواصل مباشر بين مراكز المراقبة في ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية لتنسيق مراقبة مشفرة للحدث شيء ما كان يحدث خلف الكواليس شيء جعل الوكالات تتحرك بصمت وكأنها تستعد لشيء لا يمكن الإعلان عنه للعامة أما بالنسبة للنظريات المتضاربة فهناك أكثر من نظرية النظرية الأولى المذنب الطبيعي يرى بعض العلماء أن كل ما يحدث يمكن تفسيره علميا جسم بي النجمي تفكك جزئيا أثناء عبونه ما سبب تغيرات في مساره ونعكاساته الضوئية أما التسارع الغامض فيفسر بعملية تبخر غير المتوازن لكن هذه الفرضية تنهار أمام تغير المنتظم في اللبعان وكأن الجسم ينبض بطاقة متناسقة النظرية الثانية مركبة فضائية من حضارة أخرى عالم الفيزياء الفلاكية آفي لوب أعاد طرح فرضية الزائر الصناعي التي أطلقها سابقا على جسم أومومو معكدا أن سلوك 3i أطلس يعيد فتح السؤال ذاته هل نحن أمام مجس فضائي متطور يستخدم الضوء الشمسي كمصدر طاقة ودفع هل يخضع لمناورة دكية خلف الشمس لإخفاء اتجاهه الحقيقي البعض يعتقد أنه بعد خروجه من خلف الشمس في ديسمبر القادم قد يسلك مسارا جديدا غير متوقع وكأن هدفه لم يكن المرور بل المراقبة النظرية الثالثة نظرية المؤامرة العالمية مع اختفاء المذنب لحظ مراقبون مستقلون أن العديد من قواعد البيانات الفلكية أوقفت تحديثاتها مؤقدا وأن بعض الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية اختفت من مواقعها الرسمية تسر شائعات أن هناك اتفاقا دوليا بين القوى الكبرى لإخفاء حقيقة الزائر خوفا من إرباك الرأي العام العالمي أو كسر النموذج العلمي الحالي فهل تتعاون الحكومات لإبقاء سر رمى بعيدا عن الأنظار؟ من وجهة نظر العلم 3i Atlas يمثل فرصة نادرة لدراسة الأجسام بين النجمية أما من منظور الغموض فهو إنذار بأن الكون لا يزال يخفي عوالم تتجاوز فهمنا في كلتا الحالتين هذا الحدث قد يغير طريقة رؤيتنا للفضاء فالاحتمالان كلاهما مثير إما أن الفضاء يمطرنا بصخور مجهولة تحمل أسرار نشأة المجرات أو أن هناك حضارات تراقبنا بصمت تختبرنا من بعيد وتختفي عندما نقترب من اكتشافها وفي هذه اللحظات بعدما تستعد الشمس لابتلاع هذا الزائر في وهجها العلماء يترقبون لحظة خروجه من خلفها في ديسمبر القادم هذا إن خرج أصلاً ربما يتحطم وربما يعود إلى موطنه بين النجوم وربما فقط ربما سيعيد ترتيب أفكارنا حول ما هي الحياة في هذا الكون فهل كان ثري آي أطلس مجرد مذنب عابر أم أنه رسالة صامتة من حضارة تعرف أننا نراقبها الجواب ينتظرنا خلف الشمس شاركونا بأرائكم في الطعليقات ولا تنسوا الضغط على زر الأجاب والاشتراك في القناة فنحن بحاجة إلى دعمكم شكراً لمتابعتكم